عقب ممطلة ومحاولة تهرب مضنية على ما يبدو أعلن البنك المركزي العراقي معقبة ثمانية مصارف خمسة منها وضعتها الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات بتهمة تهريب الأموال وغسيلها مصرف الهدى الذي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب من قبل إيران بما في ذلك الحرس الثوري وميليشيات كتائب حزب الله والعصائب كانت على رأس قائمة المصارف المعاقبة إضافة لكل من مصارف آشور والاتحاد والاستثمار العراقي ومصرف الجنوب الإسلامي والعربية ومصرف حمربي التجارية عدد المصارف الواقعة تحت الوصاية والتصفية والإشراف وضمن القائمة السوداء بلغ 29 مصرفا وهو ما يعني أن نحو نصف القطاع المصرفي العراقي متورط بتهريب العملة وتمويل الإرهاب من أصل 72 مصرفا المصارف الثمانية أصبحت محظورة بحسب البنك المركزي من المشاركة في المزاد اليومي لبيع الدولار بهدف الحد من عمليات الاحتيال والاستخدامات غير المشروعة للعملة الأجنبية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية مصارف لطالما استخدمت من قبل مالكيها المتنفذين في العملية السياسية لتهريب الدولار إلى إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية وغربية عبر شبكات مالية كشفت عنها صحيفة إيران إنترناشنال في أيار الماضي وأكدت أن سفارة طهران في بغداد تشرف على طبيض الأموال مستغلة صادرات الغازي إلى العراق استمرار تهريب وغسيل الأموال أطاح بقيمة الدينار العراقي بعد أن فرض بنك الاحتياطي الفدرالية في واشنطن ضوابط صارمة على المعاملات الدولية بالدولار على بعض مصارف العراق في تشرين الثاني عام 2022 وبموجب القيود التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني عام 2023 كانت المصارف ملزمة باستخدام منصة عبر الإنترنت للكشف عن تفاصيل معاملتها وتحويلتها أولا بأول